بعد أيام على إسقاط الولايات المتحدة المنطادة الصيني الذي تشتبه واشنطن بتجسسه على منشآت نووية استراتيجية في ولاية مونتانا تحاكي قوات سلاح الجو الأمريكية والبريطانية والأسترالية مواجهة مع الصين خلال تدريبات في أجواء صحراء نيفادا اكتسب الطابع عن بالغ الأهمية في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة تهدف هذه المهمة إلى محاكاة الحاجة للتحرك في حالة غزو تشنه دولة عدائية يتلقص دورنا في دعم قواتنا للتحرك بكفاءة ودخول المناطق المحتلة والاستهداف إلى أهداف الأساسية ما يسمح لنا بالتقويض قدرات العدو وفي صلب هذه التدريبات محاولات لتحسين التشغيل المتبادل للنظم نظرا إلى المسافات الشاسعة التي سيتوجب على القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والأسترالية تغطيتها عند تنصيق العمليات في منطقة المحيط الهادئ خاصة أن البنتاجون كان قد أعرب مرارا خلال السنوات الماضية عن قلاقه من الضغوط التي تمارسها بكين على تايوان هذه التدريبات تواكب التحديات التي حددتها استراتيجية الدفاع الوطني وفي حالة هذا التمرين التهديد هو التهديد الصيني نعتقد أنه في حال كنا جاهزين لمواجهة الصين سنكون على استعداد لمواجهة أي أحد الولايات المتحدة وعلى الرغم من تخصيصها المليارات لدعم كياف في مواجهة التدخل العسكري الروسي لا تزال تعتبر الصين الأولوية الاستراتيجية الأساسية للجيش الأمريكي مع تحذير بعض قادة الاستخبارات الأمريكية من توجه صيني للاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027 ترجمة نانسي قنقر